أبدى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حرصه على التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين وهو كان يفتتح اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي نريد خفض العجز وأضيف أنني في سنتين خفضت العجزة إلى تريليون وسبعمائة مليار دولار وأتطلع إلى متابعة الأمر أبدى مكارثي الحرص ذاته لكنه مثل الرئيس بايدن أشار إلى أن مطالبه تتعدى سقف الدين إلى خفض المصروفات أعتقد أننا متفقون على تغيير الاتجاه ومعالجة الدين الضخم ونستطيع التوصل لقاسم مشترك نحو اقتصاد أقوى ونعالج الدين والأهم أن نجعل الحكومة تواجه تضخم وتخفض اتكالها على الصين المطالب المتبادلة بين مكارثي وبايدن أسبابها سياسية فالرئيس الأمريكي لا يستطيع التخلي عن إنجازات إدارته في شؤون البيئة والطاقة الناخبون الشباب يريدون تقدما في مجال البيئة وهذا الأمر الوحيد الذي أنجزته إدارة بايدن ولو تم التخلي عنه سيكون الأمر كارثة للحزب الديمقراطي أما رئيس مجلس النواب فيواجه ضغطات كبيرة من نوابه الجمهوريين ويجازف بخسارة منصبه لو قدم تنازلات أسوأ السيناريوهات لمكارثي هو أن يتوصل إلى اتفاق ولكنه يخسر تأييد اليمين في حزبه ويأتي نائب ويطرح الثقة به ويخسر مكارثي منصبه ولزيادة الضغطات أكدت وزيرة الخزانة في رسالة وجهتها إلى مكارثي أن بداية شهر يونيو هي الموعد المنتظر لتخلف الولايات المتحدة عن دفع المستحقات المالية وبالتالي لم تترك يلن فصحة لإطالة مهلة المفاوضات مكارثي خرج بعد الاجتماع ليعلن للصحفيين متابعة المفاوضات أشعر أننا أجرينا نقاشا مثمنا وليس لدينا اتفاق بعد قرابة نصف الأمريكيين يؤيد رفع سقف الدين ولكن أكثر من الثلث يعترض على ذلك والسبب هو ارتفاع الدين العام والكثير من المصاريف الحكومية وهذا يؤيد موقف الجمهوريين في رغل ما الحدث واشنطن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر